نهاية وشيكة لنفق تنظيم الأخوان المظلم هكذا وصف متابعون التطورات المتسارعة التي تدور داخل أروقة الجماعة وسط الصراع المشتعل بين جبهتي إسطنبول ولندن البداية كانت مع اجتماع عقده معسكر إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة حيث قام بفصل القائم بأعمال المرشد وثلاثة عشر عضوا بجبهته لتعقد بعدها جبهة لندن بقيادة إبراهيم مونير أو لتعقد اجتماعا عاما في تركيا استمر لأربعة أيام بهدف انتخاب مجلس شورى عام جديد بحسب موقع العين الإخباري وفي إشارة للانقسام الحاد جاء بيان جبهة إسطنبول الذي قال إن مجلس الشورى بحث الممارسات الفردية والإجراءات غير المؤسسية التي يقوم بها البعض في محاولة لشق الصف داخل التنظيمة وأضاف البيان أن إبراهيم مونير قد أعفى نفسه من جماعة الإخوان ولم يعد يمثلها أو يعبر عنها بسبب ما وصفها البيان بتشكيل كيانات موازية وعدم الالتزام بقرارات المؤسسة الجماعة وبهذا باتت جماعة الإخوان بنائبين هما محمود حسين وإبراهيم مونير إلا أن أحدهما لا يعترف بالآخر ويتهمان بعضهما البعض بالخروج عن الطريق أضف لهذا الشرخ تشكيل مجلس شورى جديد قال بيان جبهة إسطنبول إن 65% من أعضائه هم المقيمين في إسطنبول بينما البقية من الأقطار الأخرى وبعضهم من مصر بحسب الجماعة هذا الانشطار وصفه مراقبون بأنه الفصل الأخير للجماعة التي أصبحت جماعتين مختلفتين لكل منهما رأس ومجلس شورى مستقل فيما قال أخرون إن التنظيمة دخل في مرحلة الشيخوخة ولم يتبقى منها سوى الفكرة التي لم تعد مجدية فيما يطالب قسم ثالث من الإخوان وبينهم الشباب بالإطاحة بقيادات الجبهتين ترجمة نانسي قنقر